تسأل تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا مثلا ما جاء في الدعاء من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أكثر مما أعطي السائرين تقول هل المقصود يعني الذكر أفضل من الدعاء أختي أمم حمد بارك الله فيك هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث وهي مسألة التفاضل بين الذكر والدعاء منهم من قال يستويان و منهم من قال الدعاء أفضل و منهم من قال الذكر أفضل و الراجح بأن الذكر أفضل من الدعاء الذكر أفضل من الدعاء وهذا ما قرره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر والاستقراء على أن الذكر أفضل من الدعاء لأن الدعاء فيه طلب دعاء مسألة يا رب أعطيني يا رب كذا فكأن القلب فيه التفات لكن الذكر لا تعظيم لله عز وجل تعظيم لله عز وجل و لذلك الأنبياء كان أغلب زمانهم ذكر لله عز وجل و يسألون الله تعالى في أحوال و لذلك الذكر أفضل من الدعاء إذا جينا في باب المفاضلة و هذا لا يعني أن الإنسان يترك الدعاء لا الله عز وجل يغضب على العبد إذا لم يدعوه لأن العبد إذا لم يدعو الله عز وجل كأنه مستغني عن ربه و الإنسان فقير فقر ذات و فقر صفات و الله جل وعلا له الكمال المطلق كمال الذات و كمال الصفات يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني و الحميد و لكن لو تزاحم بحيث الإنسان يقول طيب الآن أنا ما عندي فرصة إلا أني أذكر أو أدعوه لا أذكر الله عز وجل بارك الله فيك